الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مناطقنا المحررة زاد من تأثيراتها علينا ضيق المساحة المزروعة بسبب الكثافة السكانية الكبيرة لجأ المزارعون ومربو الحيوانات إلى استيراد الأعلاف والبذور من الخارج مما زاد من كلفتها كثيرة عدة جهات في المحرر تسعى للبحث عن حلول بديلة للعلف المستورد وبتكلفة أقل وقيمة غذائية مناسبة تم توجيه عناية الإدارة العامة المحوثة العلمية الزراعية لتجريب مشاريع استنباد الأعلاف الخضراء ومراقبة نتائجها على كل من إدرار الحليب ومعامل تحويل اللحم والصحة العامة للثروة الحيوانية بناء على هذه النتائج تم التواصل مع مجموعة من الشركات تتبني مثل هذه المشاريع فتم توفيقنا بأحد الشركات وقامت بإنشاء منشأة رائدة في المنطقة المحررة شركة نباد من أهم تلك الجهات التي سعت إلى توفير بدائل مناسبة للعلف الحيواني وهي شركة ذات بعد اجتماعيا اقتصادي وتقدم العديد من الخدمات في المجال الزراعي وتربية الحيوان عشرات الأبحاث والدراسات قامت بها الشركة من أجل تأمين بديل مناسب للأعلاف المستوردة لتعطي إحدى تلك التجارب نتائج مميزة إنه الشعير المستنبت بالنسبة لزيادة الإنتاج والأبحاث التي قامت فيها الشركة زاد الإنتاج لدى الأبقار من 3 إلى 4 كيلوغرام حليب وزادت نسبة الدهن في الحليب طبعا لتحليلات المخابر المعتمدة لدى وزارة الزراعة والري تبلغ نسبة البروتين في الشعير المستنبت من 17 إلى 19% مقارنة بالشعير الجاف والتي تبلغ 10% إضافة إلى معامل الهضم معامل الهضم في الشعير المستنبت مرتفع حيث يبلغ 71% مقارنة بالشعير الجاف والأعلاف المركزي التي لا تتجاوز 60% خضع هذا المنتج لعدة دراسات من أجل التأكد من صلاحيته وقيمته الغذائية كما تم إجراء دراسة شاملة على قدرة المحرر على إنتاج هذا النوع من النبات وبعد أن أصبحت جميع نتائج تلك الدراسات في يد الشركة وأعطت النتائج المأمولة منها أنشأت الشركة محطة من أكبر المحطات في العالم لإنتاج الشعير المستنبت بقدرة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان ونصف طن يوميا يتمتع الشعير المستنبت بعدة خصائص تجعله الخيار الأفضل للمربين إضافة إلى كلفته المنخفضة فهو يحوي كمية من البروتين والمكونات المعدنية والفيتامينات المختلفة والتي تؤدي إلى زيادة الخصوبة عند الحيوانات وسلامة الأجنة وزيادة كبيرة في إضرار الحليب يعني التبن غالي كتير والعلف غالي من 15 يوم بلشنا نطعم المستنبت خففنا كمية التبن وكمية العلف الحيوانات أول نهارين ثلاثة ما أكلوا منه بس بعدين بلشوا يأكلوا المستنبت كثير ممتاز والحليب كمية الحليب أول نهارين ثلاثة خففت وبلشت ترجع شوي شوي الحمد لله رب العالمي شفنا الإفادة على شعير المستنبت إن كان عجول لحم شفنا إفادة إن كان للحليب البقر الحليب يعني صار فيه زيادة والبقرة صارت متنشطة أكتر نجحت تجربة الشعير المستنبت وانتقلت من طور الدراسة إلى طور الإنتاج بينما تتابع شركة نبات بحوثها ودراساتها على منتجات وأصناف أخرى لتحقيق الفائدة الأكبر بالتكلفة الأقل